أهلا بحضراتكم مرة تانية شوفوا بقى أنا بتكلم فيه وإحنا بنتكلم فيه بنتكلم على مسئلة الوصفات العلاجية اللي ممكن تبقى موجودة على بعض من مواقع الانترنت وبعض صفحات التواصل الاجتماعي ممكن يوصفها لك حد في الصيدلية وارد يكون دكتور صيدالي وارد يكون لأ ممكن واحد صاحبك يقول لك علي بص بقى ده فيه حقنة بتبقى مش عارف إيه بس يروح للصيدالي يقول له حقنة البارد هو هيزبطك أنا الكلام ده ما بفهموش ليه بقى علشان بره أصلا هو ما ينفعش تاخد أي حاجة غير بالكتير أدوية صداع دي نتاخدها من غير رشت بس غير كده يقول لك prescription فين القصة ده أخد حقنة أصلا من غير رشتة دي دي مش فيها استحالة دا جريمة طيب خلونا نرحب بضفطنا العزيزة جدا دكتور إيناس عبدالحليم أستاذ الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب والأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة منورانا وألف الحمدالله على سلام الله يسأل ودي أهم حاجة كنت حاجة طيبة وانت طيب كله تمام؟ تمام الحمدالله مسألة الوصفات يا فندم اللي بتتحط على صفحات إنترنت ومواقع ويوصفها لي واحد صاحبي ويوصفها لي حد في الصيدلية وما إلى ذلك اللي أنا فهمه أنه ده أكيد غلط أكيد أكيد غلط طيب إحنا نعمل إيه؟ الحقيقة أنا كنت متقدمة مبارح بطلب أحاطة أيوة على أن بعض الأهالي أو بعض المرضى اشتكوا أن هم تتبعوا هذه الوصفات وحصلت عندهم أعراض جانبية وحصلت عندهم مشاكل كتير صحية فعايزين يعرفوا الوضع إيه؟ قامت ذا بالمناسبة أقامت دنيا ولم يقعدها؟ لو مبارح وصلت توصياتك أي سأل حلوة أوي نفهم هذا المفروض أن فيه قانون لهيئة تصنيع الدواء القانون ده فيه جزء للتفتيش على الصيدلية التفتيش ومعه سلطة قضائية يعني بيقفل للأسف التفتيش ما بينزلش دورية وشوية مشاكل في فصل هيئة الدواء عن وزارة الصحة فما فيش نزول المستمر بينزلوا بالطلب يعني أنا أقول له مثلا الصيدلية الفلانية فيها أدوية غلط بالتباع أو أدوية مهربة بينزلوا بيعمل إجراءاته هل المخالفة دي كافية؟ معرفش بيوصلوا لإيه بعد ما بيقفلوا أو يشمعوا الصيدلية الفكرة أن عشان أكتب وصفة لازم يكون طبيب يكون طبيب متخصص وأعتقد أن الحقنة السلسية بتاعة الآمن اللي فاتت عشان تواجه الألف الوانزة يعني هقولك مفاجأة الحقنة ما بتلقانش بايوتك اللي فيها أو المقضاد الحيوي بيتحلل في الحقنة التانية وبيحللهوش في المياه بتاعته وبيحط الفلترين بيتحلل فيه الأنشبايتك ويتحط عليه كورتيزون ويتحقن به المريض فأنا بخلط عناصر الدوائية مع بعض مش بس كده وبجيهم كلهم مع بعض في حقنة واحدة هل هو الصيدالي من حقه يجي حقن في الصيدالية؟ هو مش دكتور ودكتور تعني دكتوراه خلينا أنه مش طبيب هو صيدالي صيدالي يعني يقدر يحضر أدوية يصرف أدوية يشوف الأدوية لكن تفاجأ مثلا واحد مع سنوية أزهرية بيفاتح في وسط الصيدالية مع صيدالي شغال وجاي بأجهزة بيقس السكر واليوريك أسد والكوليستيرول والكتلة الجسم كل ده طبع نص الأعلان في خمس دقائق طب هو بيستخدم أجهزة الأجهزة اللي بتجي له النتائج دي وليما بيلجأش الطبيب متخصص في حد حيحلل كمان في الصيدالية الناس استسهلت وبعض الناس بتقول يعني الفلحة في القرى والفلحين هينزل عشان يروح لدكتور ما هو بيستسهل وأرخص؟ لا مش أرخص أنا معرفش الطبيب الشخص إزاي وبيجي رشد طب هو الصيدالي بيشخص على أي أساس كل شباب بعض بنصرف المضادات الحيوية وده قرار اللي اتخذ مبارح ما فيه صرف مضادات حيوية في مصر بموافق الدكتور تامر عسام وحيصدر بقياً بكده لكل الصيداليات إلا بوصفة طبية ما ينفعش أي واحد يدخل يقول أنا بكوح أنا سخن ندي له مضاد حيوية قد يكون مضاد حيوية ويجيب نتيجة مرة تانية يكون السبب في أن الفيروس أو البكتيريا تزدر تشراسة وما عادش يستجيب لنوع المضاد الحيوي البنت اللي ماتت في الصيدالية اللي في المنوفية على ما أتقل دي إدها مضاد حيوي من غير ما يعمل اختبار ما فيه أنواع من البنسلين ناس حساسة لها ممكن لحد يموت في الحال أنا عندي حساسات من السلف طيب فمش كل الناس تعرف فدي مشكلة هل هو عمل لها اختبار حساسية وهل منحقه أن هو يدي حقا لأي مريض لا طبعا ده مش موجود ترجمة نانسي قنقر